وقعت في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الأردنية ووزارة البيئة بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد لحنيطي ووزير البيئة الدكتور معاوية خالد الردايدة ووقع المذكرة التي جاءت تحقيقا للرؤى الملكية السامية بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الوطن المختلفة مندوبا عن القوات المسلحة المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية وعن وزارة البيئة الأمين العام للوزارة وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات والخبرات والاستشارات الفنية والتعاون في مجالات العمل المشتركة وإجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية وتعزيز الرقابة على البضائع المستوردة والمستهدفة من قبل وزارة البيئة والقوات المسلحة ممثلة بالمختبرات العسكرية لمراقبة الجودة ووضع أسس ومعايير لتصنيف المواد الخطرة على البيئة تنفيذا للرؤى الملكية السامية جاءت مذكرة التفاهم لتعزيز مبدأ التشاركية والتعاون ما بين القوات المسلحة والجهات الحكومية ممثلة بوزارة البيئة حيث تتضمن هذه المذكرة تنفيذ بنود عديدة ومن أهمها تقديم القدرات والخبرات الموجودة في المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة لوزارة البيئة تنفيذا للأعمال التي تحتاجها وحسب احتياجات وزارة البيئة وتتضمن أيضا مذكرة التفاهم بنود أخرى مثل التعاون في مجال ورش العمل وتبادل الخبرات والدورات التدريبية تأتي مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين وزارة البيئة والقوات المسلحة الوردنية في مجال الفحوصات المخبرية للاستفادة من القدرات التي يمتلكها مختبرات القوات المسلحة في إجراء الفحوصات المخبرية على المواد التي تمكن وزارة البيئة من انتخاذ القرار المناسب كما تتضمن مذكرة التفاهم ما يخص النفايات الخطرة المتولدة من مختبرات القوات المسلحة والتي يجب التعامل معها ضمن المنظومة القانونية والتشريعية من خلال وزارة البيئة كما وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات واستفادة كل طرف من طرف الآخر بما يخص الورش والمؤتمرات وتطوير العمل